دكتور عبدالطيف مرحبا بك مرة أخرى دكتور كيفاش إيمانك أترف خدمتك كطبيب أنا يعني لما آمنت شفت مثلا في الكنائس مؤمنين اللي تيدروا أعمال اجتماعية والتي يروحوا الدول اللي محتاجها باش يعاونوا لأن المسيح وصع على هذه الأشياء المثال دي السامري واحد الإنسان اللي كان طايح وجعدوا دياله وعاونه فأنا تأثرت بذلك الأشياء ومن بعد لقيت واحد صديق قال لي بأن فيه دولة عربية محتاجة الطبيب اليمن نعم اليمن فأنا قلت اليمن هذه دولة بعيدة والحاجة اللي كانت مزينا أنني ما محتاجش باش نقرأ لغة تانية ولا شيء اليمن تتكلمه باللغة العربية ففعلا قلت هذه تجربة بالنسبة لي فمشيت مشيت اليمن مشيت اليمن الشمال في مدينة صعدة كان هناك مستشفى جمهوري وكنا تنشتغلوا مسلمين ومسيحيين في نفس الوقت في نفس المشتشفى وأنت كنت تشتغل كمسيحي كمسيحي وكانوا عارفين اسمه المشتشفى الفريق الطبي دينا فيعني احنا حبينا اليمنين ناس مثلاً محتاجين كثير ونس طيبين حتى أنهم كانوا دائماً الشيوخ القبيلة يوم الجمعة بعد الأحيان كانوا تعرضوا علينا شيء تغتا وعندهم تقول ما عندهم في الكسكسو وقيلة لا ما عندهمش ما عندهمش عندهم الرز هم واسمو فيعني قلت تقولون أنتم تتخدموا وتتعاونوا أولادنا وحيالاتنا وعائلتنا فيعني أنا شفت بأن فعلاً الربح لي هذيك الطريق فعرفت عرفت مثلاً المكانة ديالي كمسيحي الناس كانوا تيبغيونا بزاف وكانوا تيقولوا لنا هذه شهادة ديالهم هما كيمنيين كانت يقول لأنتم مختلفين بزاف يعني وكيعرفوكم أنتم مقاعدت تقم تبدي كلها كلها لأننا كنا فريق فريق كنا فريق عالمي على الأقل كانوا تسعود ديال الجنسيات أنا كنت الوحيد العربي نعم ويعني كانوا الناس تفرحوا بنا وتشكرونه بزاف تقولنا الخير اللي تديروا فينا ما ننساوش علش لأننا كنا تقريباً كل الأدويات تتجينا تبرعات من دول أوروبية أو من منظمة خيرية وكنات نعطي للناس العلاج مجاناً حتى العلاجات اللي ما موجودينش في اليمن كنات نجيبهم إحنا يا مثلاً من أوروبا ألمانيا، هولندا، كندا، أمريكا يعني كنا بركة لذلك الشعب اللي فعلاً كان محتاج شحال قلستت قريباً في اليمن؟ أنا قلست ثلاث سنوات هناك ومن بعد كملتني في نفس الدومين ديالك كطبيب، مشيتي لبلاسة أخرى، انتقلت لشي مكان آخر؟ يعني أنا بعد ثلاث سنوات جيت عطلة في هذا الوقت تزوجت بأمراتي وجينا عطلة الأوروبا وتلقيت مع واحد صديق قال لي عبداللاطيف مزيانة أنت تخدم في بلاد بعيدة تقدر هذه الأعمال الخيرية تديرها في بلادك بلادك المغرب وقلت فعلاً المغرب تأوى محتاج وبالأخص مع ملك محمد السادس يعني تفتح المجال الجمعيات الخيرية دخلت تقريباً للمغرب في تسعود وتسعين وآلفين نعم فدخلت مثلاً للمغرب وفعلاً خدمت في اسمو بديت مع ناس منطمة خيرية مثلاً في الشرق قدرنا واحد في ميدان قبل من هذه قدرنا واحد البروجيف في الشرق لأطفال معوقين واختمنا مع واحد المنطمة السويسرية اللي كانت هي اللي تقريباً جابت الماتريل وكانت تجيب براميج مثلاً خاصة لأطفال معوقين وكان معنا واحد المهندس اللي يعني لقى براميج فرنسية وترجمها مع مغاربة أضبطها أضبطها للمستوى ديال الشعب دينا أوزع معه هذا البروجيت كان ناجح بزا فاسمو في الشرق ديال المغرب نعم نعم يعني أنت يعني كم يمكن قوله أنتها أنت مغربي طبيب ما ما هذا كله مغيرش من أنك لا بغيتي تعطيه بغيتي تعاون بحكم الإيمان ديالك و بحكم أنك مثلاً اختاريتي طريق مختال فعلاً اللي يختاروا الناس الأخرين لأنه أنا الواجب ديال لي فيه ناس اللي مثلاً تختاروا العالم أنا اختارت أنه أموالي نحتها في السماء آمين أنا ركزت مثلاً على نخدم الفقراء ونغني نفسي في السماء آمين آمين شكراً لك أخ دكتور عبدالطيف نشوفك مرة أخرى اشتركوا في القناة